أصدر حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عشرة مراسيم سلطانية سامية فيما يلينصصهما بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم 4 على 2020 بإصدار قانون جهاز الأمن الداخلي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 على 98 باعتماد نظام الخدمة الموظفي جهاز الأمن الداخلي وعلى المرسوم السلطاني رقم 22 على 2000 بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 على 2011 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوئات المادة الأولى يعمل في شان جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق المادة الثانية يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة يلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 على 98 كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في السادس من رجب سنة 1441 للهجرة الموافق الأول من مارس سنة 2020 هيثم بن طارق سلطان عمهان مرسوم سلطاني رقم 5 على 2020 بإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 على 91 وعلى المرسوم السلطاني رقم 63 على 2003 في شأن مجلس الأمن الوطني وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يستبدل مسمى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بمسمى اللجنة الوطنية للدفاع المدني أينما ورد في قانون الدفاع المدني المشار إليه أو أي قوانين ومراسم سلطانية المادة الثانية تجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني المشار إليه المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في السادس من رجب سنة 1441 هجرية الموافق الأول من مارس سنة 2020 ميلادية هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم ستة على الفين وعشرين في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم مئة وواحد على ستة وتسعين وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ستة وعشرين على ستة وثمانين وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم سبعة واربعين لسنة ثمانية وتسعين وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم مئة وعشرين على الفين واربع وعلى المرسوم السلطاني رقم واحد وعشرين على تسعة وتسعين بتعين أمين عام لللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوئات المادة الأولى يكون لللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني المادة الثانية تسري على اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين والتقاعد المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة المادة الثالثة يتولى تسيير شؤون الإدارية والمالية لللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بمجالات عمل اللجنة المادة الرابعة يمثل الأمين العام لللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتكون له فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية لللجنة وموظفيها صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة المادة الخامسة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 للهجرة الموافق الأول من مارس سنة 2020 هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم سبعة على 2020 بتعين مبعوث خاص لجلالة السلطان نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصدر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين سمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد مبعوثاً خاصاً لجلالة السلطان بمرتبة وزير المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 هجرية الموافق الأول من مارس سنة 2020 ميلادية هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 8 على 2020 بتعين مستشار خاص لجلالة السلطان نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى يعين سمو السيد منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشاراً خاصاً لجلالة السلطان بمرتبة وزير المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 للهجرة الموافق الأول من مارس سنة 2020 هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 9 على 2020 بتعين وزير للتراث والثقافة نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والثقافة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 هجرية الموافق الأول من مارس سنة 2020 ميلادية هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 10 على 2020 بمنح مرتبة وزير نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يمنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني مرتبة وزير المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 للهجرة الموافق الأول من مارس سنة 2020 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 11 على 2020 بتعين وكيل لوزارة شؤون الفنون نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 على 2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 هجرية الموافق الأول من مارس سنة 2020 ميلادية هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 12 على 2020 بتعين مستشار في ديوان البلاط السلطاني نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 على 97 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 على 2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوآت المادة الأولى يعين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشاراً في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السالس من رجب سنة 1441 للهجرة الموافق الأول من مارس سنة 2020 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 13 على 2020 بتعيين مستشار في وزارة التراث والثقافة نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 على 2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشارا في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السادس من رجب سنة 1441 هجرية الموافق الأول من مارس سنة 2020 ميلادية هيثم ابن طارق سلطان عمان